امثال قرآنية امثال قرآنية برنامج من أعداد وتقديم الشيخ الدكتور خالد ابن عبدالله المصرح اخراج عبدالله ابن محمد السلمان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أحمده حق حمده لا أحسي ثناء عليه له الحمد كله أوله وآخره ظاهره وباطنه وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمد عبدالله ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه أنزل الله عليه الكتاب المبين وجعله بلاغا للعالمين أنار الله به السبل وبصر به من العمى هدى به من الضلالة فبلغ صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين وقام بما أمره الله تعالى به حق القيام حتى أتاه اليقين وهو على ذلك فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنة وقت فأثره بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم أمثال قرآنية وفي هذه الحلقة نستكمل ذاك المثل الذي ضربه الله تعالى في سورة ياسين حيث قال آمنا نبيه صلى الله عليه وسلم بضرب المثل فقال واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون وهذا المثل مثل فيه الله عز وجل حال المرسلين مع أقوامهم حال المرسلين في النصح والبلاغ والصبر والتحمل وحال المعاندين لهم من أقوامهم في كذبهم وصلفهم وعنادهم ضرب ذلك مثلا للنبي صلى الله عليه وسلم وقومه حتى يتعظوا ويعتبروا وينزجروا عما هم عليه من استكبار وغير قال الله جل وعلا في هذه القصة قصة هذه القرية في هذا المثل المضروب واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين أي رسولين فكذبوهما فعززنا بثالث أي فأيدناهما وشددنا هذين الرسولين وقويناهما برسول ثالث تقوم به الحجة على هؤلاء وإنما عدد الرسل جل في علاه لقطع حجة هؤلاء وإذهاب ما يمكن أن يكون في قلوبهم من شكوك تجاه هؤلاء الرسل الذين يبلغون عن الله عز وجل فقالوا إنا إليكم مرسلون مرسلون من الله عز وجل بالبلاغ وبهداية الخلق ودعوتكم إلى معرفة الله عز وجل وبيان الطريق الموصلي إليه قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون هذه الآية اختصرت ما كان من قوم هؤلاء اختصرت جوابهم وبيّنت على وجزتها ما استدلوا بها من الأدلة والحجج ما استدلوا به من البراهين ما استدلوا به من الشبهات التي جعلوها حججا في رد دعوة المرسلين حيث قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وهذا هو الاعتراض الأول وأما الاعتراض الثاني الذي اعترضوا به على الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أنهم قالوا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون وهتان الشبهتان التي استدل بها هؤلاء على تكذيب رسلهم مع قيام دواع صدقهم وظهور حججهم وبراهينهم فإن الله ما بعث من رسول إلا أن يده بآيات وسواطع وبراهين يؤمن على مثلها البشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من رسول بعثه الله إلا وآتاه من الآيات ما على مثله يؤمن البشر فهؤلاء أعرضوا عن تلك الآيات والبينات واستدلوا على إبطال دعوة هؤلاء بكونهم بشرا فاعترضوا على رسالتهم بالبشرية وهذا دأب المكذبين للرسل في كثير من قصص القرآن أنهم يكذبون رسل الله عز وجل ويستدلون على صحة هذا التكذيب بأنهم رسل كما قال جل وعلا في ما قصه عن أمم تقدمت ما أنتم إلا بشر مثلنا هكذا في هذه السورة وفي غيرها من السور قال جل وعلا في بيان استدلالهم في البشرية على إبطال الرسالة قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين هكذا ذكر الله عز وجل في سورة إبراهيم وفي سورة المؤمنون قال ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون وقال الله جل وعلا في بيان وتجلية عموم هذه الشبهة على كثير من من دعاهم الرسل قال جل في علا في سورة الإسراء وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشر رسوله فجعلوا بشرية الرسول سببا لرد رسالته قال جل وعلا ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا وقالوا أيضا قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين هكذا يتواطع هؤلاء على رد دعوة الرسل وعدم الإيمان بها لكون المرسلين من جنس بني آدم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وقد قال الله جل وعلا في محكم كتابه في بيان حجتهم الثانية التي استندوا إليها في إبطال دعوة الرسل وما أخبر به النبيون قالوا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون فاعترضوا على أن يكون الله عز وجل قد أنزل عليهم كتابا يهديهم سبول السلام ويبين لهم الحق ويخرجهم من الظلمات إلى النور فنفو أن يكون الله عز وجل قد أنزل كتابا يتلى أو يهتدى به وهذا من عظيم جهلهم بالله عز وجل فالله عز وجل أنزل الكتب رحمة بعباده وأنزل الكتب للدلالة على ما يسعد به الناس ويخرجون به من الشقاء إلى السعادة وإن هذه الشبهة قد أبطلها الله عز وجل على المشركين عندما قال لهم في محكبة كتابه قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيسة تبدونها وتخفون كثيرا فالله عز وجل رد على المشركين أو على اليهود فيما زعموه من عدم إنزال الكتب وأن الله عز وجل لم ينزل قرآنا ولم ينزل هداية للناس رد عليهم بهذه الحجة وهو أن الله تعالى قد أنزل كتبا على من تقدم من الرسل وإمعانا في تكريب الرسل ورد ما جاءوا به من الحق يقول جل وعلا فيما قصه عن خبر أولئك إن أنتم إلا تكذبون ما أنتم إلا كاذبون فإن هنا نافية بمعنى ما أي ما أنتم إلا تكذبون في دعواكم أنكم مرسلون وأنكم من رسل الله عز وجل ثم لما قال هؤلاء لقومهم هذا المقال الشنيع بعد تظافر الأدلة وتعدد البينات الدالة على صدقهم وصحة ما جاءوا به قال جل وعلا في رد الرسل على هؤلاء قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون هكذا يجيب الرسل على الشبه هكذا يبين الرسل بطلانا تلك الدعوة التي ادعاها هؤلاء في أنهم ليسوا برسل وأنهم لم يأتوا من الله عز وجل بكتاب لأن الله لا ينزل على أحد شيئا من الكتب أو الهدايات قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون ففوضوا الأمر إلى الله عز وجل وردوا الأمر إليه وإلى علمه جل في علاه فعلمه المحيط بكل شيء يعبى أن يترك من يدعي كذبا أو زورا أو بهتانا أو ضلالا أو افتراءا عليه دون أن يأخذه بالعقوبة أو يعاجله بالمؤاخذة فلذلك قالوا لقومهم قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون فأثبتوا علم الله عز وجل وأنهم مرسلون بعلمه وإذا كان كذلك فإنه لا يمكن أن يكذبوا على الله عز وجل في قليل أو كثير ولا يمكن أن يفتروا عليه شيئا وهو يمدهم ويعينهم ويؤيدهم وينصرهم بل لا يكون ذلك إلا عن تصديق من الله عز وجل لهؤلاء الرسل الكرام وذلك قال الله عز وجل ملقنا الرسول صلى الله عليه وسلم الحجة في صدق رسالته صلى الله عليه وسلم أن يقول قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم فشهادة الله عز وجل واطلاعه وعلمه بما يكون من الوقاع والحوادث يأبى أن يملي للكاذبين والضالين فيمكنهم جل في علاه وهم يكذبون عليه فهو الشهيد جل في علاه على كل شيء ولذلك قال الله تعالى بعد أن ذكر احتجاج المشركين بالبشرية على إبطال الرسالة وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشر رسول قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا ثم قال قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولما طلبوا الآيات من النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يثلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون ثم قال قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين أمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون وكذلك في موضع ثالث يقول الله تعالى أم يقول نفتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والعمل بالتنزيل وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من برنامجكم أمثال قرآنية أستودعكم الله الذي لتضع وداعه والسلام عليكم أمثال قرآنية